يقول النبي صلى الله عليه وسلم من صره أن ينجيه الله من كرب يوم القيامة فلينفس عن معصر أو يضع عنه صحيح الإمام مسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم أكثر الصلاة علي يوم الجمعة وليلة الجمعة فمن صلى علي صلاة صلى الله عليه عشر أخرجه الإمام البيهاقي الصلاة عن النبع للصلاة والسلام أشهر صيغة اللي هي صلى الله عليه وسلم ودل وردت في الكرآن الكريم الله عز وجل يقول يا أيها الذين أمنوا صلوا عليه وسلموا تسليم هنا الصلاة والسلام والصيغة التانية اللي إما الصحابة سألوا النبي عليه الصلاة والسلام قالوا يا رسول الله كيف نصلي عليك فقال اللهم يعني نصف التشهد الأخير اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما بركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد فدي موجودة ودي موجودة اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم وفي اللي هي نصف التشهد الأخير يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما ثم يكون علاقة مثل ذلك ثم يكون مضغطا مثل ذلك ثم يبعث الله ملك فيؤمر بأربع كلمات ويقال له اكتب عمله ورزقه وأجله وشقي أو سعيد ثم ينفخ فيه الروح صحيح الإمام البخاري عن سيدنا عثمان بن أبي العاص السقفي رضي الله عنه أنه شك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجع يجده في جسده منذ أسلم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ضع يدك على الذي تألم من جسدك وقل بسم الله ثلاثة وقل سبع مرات أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحازر صحيح الإمام مسلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم أتدرون ما الغيب قالوا الله ورسوله أعلم قال ذكرك أخاك بما يكره قيل أرأيت إن كان في أخي ما أقول قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبت وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهدته رواه الإمام البخاري ومسلم الغيبة طبعا ذكرك أخاك بما يكره دي زم الحديث النبو والشريف أخبر إنما بقى النميمة في ناس بها بدخلوا الاتنين في بعض لا النميمة اللي واحد بين الكلام بين الناس عشان يوقع في بعضهم دول اسمها نميمة إنما الغيبة اللي هو ذكرك أخاك بما يكره والنميمة في الحرمانية أشد عشان النميمة ورد فيها حديث اللي هي من أسباب عذاب القبر فأي حاجة في الإسلام يذكر فيها حد أو عذاب أو لعن أو وعيد دي تبقى من الكبائر إنما لو ما ذكرش فيها حد أو عذاب أو وعيد يبقى من الصغائر ترجمة نانسي قنقر